لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب نقشت خلال اجتماعها النهاردة طلب احاطة مقدم من الناب احمد عبد الحميد الشيخ مشأن عدم تكليف خريجي الجامعات وفقط اللجنة على الابقاء على التكليف كما هو دون تمييز بين الجامعات المصرية والخاصة مع افادة اللجنة بالتوزيع والاحتياجات لدى الوزارة بالنسبة للمكلفين لمواجهة القصور وعدم التوزيع بعدالة من جانبي قال الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة ان هناك نقص بنسبة 30% في عدد الاطباء وان اللجنة ستتبنى هذه المشكلة خلال الفترة القادمة لحل مشكلة العجز في عدد الاطباء مع مراعاة التوزيع الجغرافي اضاف ان اللجنة طلبت بزيادة عدد التمريد في المستشفيات مطالبا وزارة الصحة برسال احصائيات بعدد الاطباء والتمريد والصيادلة المعينين بالتكليف واحتياجات المستشفيات وعدد العجز فيها الاطباء والتمريد شكرا